الله الله على الجمال والرواء والزوء الراكي اللي احنا كلنا بنبقى عايزين نتفرج على حاجات كده تدينا الشجاعة والبور ان احنا يكون عندنا طاقة ايجابية للحياة ويكون عندنا طاقة ايجابية لبيتنا فيديو النهاردة يكون فيديو حلو جدا جدا لسيدة كده كمية الزوء والرواء والشياكة هيكون فيه السيدة اللي معانا انا شخصيا بعشقها بجنون لاني باخد منها افكار حلوة جدا وببتدي ان انا اطبقها عندي في قلب بيتي كمان فيديو النهاردة انا بقدمه لك يا غالية عشانك انت غالية علي وتستهلي كل التفاصيل الحلوة والحاجات الحلوة اللي تلق بيك بتنسوش تحطوا لايك للفيديو عايز ادعمكم بقى هنا للقناة بقى احلى لايك ولايك حلو كده منك وكمان لو انت اول مرة بتشوف القناة بتاعتي من خلال الفيديو ده اكيد يستهدني وجودك معايا وتكوني اختي من اخواتنا وتنضم العلتي اشترك في القناة فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد مني واكيد طبعا بافرح بكمانتاتكم اللي كلها كده بيكون بهجة وسرور وفرح وهنا وسعادة ربنا يا ربي جزيكوا كل خير ويجعلكوا كده يعني اهم احسن ناس في حياتي بجد يعني بجد بجد انتو الطاقة الايجابية اللي بتديني حياة وبتديني كده يعني تفاصيل حلوة جدا ان انا ببقى عايزة اكمل معاكم وبتخلوني ان يكون في عندي اسرار ان انا اجيب لكم كل حاجاتكم اللي انتو بتحبوها واللي انتو بتطلبوها مني وسيدات كتير قوي بيكون عايزة يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا وابطر دغي شوية عشان نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم حطي لايك كده للفيديو ونتوكل على الله فيديو زي ما انتو شايفين اول حاجة سيدة اللي معينا بدأت بالريسبشن عندها او بالانتريه هي كانت بس بتغير السجادة بتاعت الانتريه من شكل لشكل تاني طبعا زي ما انتو عارفين بصوا فيه سيدات كتيرة جدا بيحب يعودهم على السجاد مش بيشيلوا السجاد وفيه سيدات بيحب ان هم يشيلوا السجاد بتاعهم وبيكونوا قاعدين على البركية خصوصا لو هي عندها بركية في قلب البيت او في قلب الشقة فيعني انا شفتي سيدات كتيرة بتحب جدا جدا ان هي تقعد على البركية كده بس طبعا ده في حالة واحدة بس لما بيكون الجو حلو ما يكونش فيه طبعا برد ما يكونش فيه اي رتوبة الكلام ده كله فطبعا هايز تحمله ان هم يعودوا انا شخصيا يعني من الناس اللي يعني كنت كنت الاول بحب مثلا لما ييجي الصيف اشيل السجاد بتاع الصفرة بتاعي واخلي الصفرة بتاعتي من غير سجاد ولكن يعني حبيت اكتر وحسيت اكتر لما السجاد بيكون محطوط بجد يعني بيبقى احسن ليه بقى في حاجات كتير يعني انا يعني كل شوية ببقى اعمل اكنس واشيل وحط عشان ما فيه سجاد انما لما بيكون فيه سجاد يعني ممكن تكنسي مرتين في اليوم مرة على حسب مثلا استخدامك وانتو بتستخدمه ازاي كده بس انا بفضل استجاد طبعا يكون محطوط لاني بيجد بيلميلك الدنيا كده وبيلميلك الشقة وتحس ان هي ملمومة طبعا انتو شفته هنا دلوقت وهي كانت مجددة الصفرة بتاعتها كانت جايبها صفرة جديدة كانت عندها صفرة اللي هي الازاز العادي ولكن هي من نوع التجديد او من نوع التغيير حبيتها ان هي تغيرها باللون الخشب اللي انتو شايفينها مع البف طبعا سوري مع البوفي وكمان جابت لهم اتنين اباجورة كده هي جابت اتنين يعني دي الشكل ده والشكل التاني حطته جوه في الريسيبشن زي ما انتو شايفين ودلوقت هتعمل معيك وتنظيفه في الريسيبشن عجبني جدا جدا شكل الكراسي بتاعت الصفرة حاستتها كده كراسي مودرن وشكلها شيك وهدية جدا وقلوناتها طبعا تعرفين ان القلونات دلوقت اللي نزل اللي هي القفويت في الجلد بس هنيجي بقى كمان كانت جايبة شوية مشتريات للمطبخ عندها وهي برضو بتحب ان هي الجدد وتغير طبعا انتو كلكو عارفين ان كان نزل موضة او فترة المعالي اللي هي الجلد ولكن هي هنا وكان عندها المعالي الجلد لحد الان ولكن من باب التغيير جابت المعالي اللي هي التانية العادية اللي هي مش العادية اللي هي بيكون فيها السيلفر والجلد وبما ان كده جابت لهم الطباق بتاعتهم او جابت طاقم طباق جديد كده علشان خطر يكون المعالي اللي هي اكده على الطبق لما تيجي تقدم صفرتها او تقدم الاكل اللي اولادها وزوجها يكون الشكل العام يكون شكله حال طبعا هي اديتهم غسلة حلوة كده قبل ما تستخدمهم او قبل ما تعنهم عشان لما تيجي تستخدمهم او تيجي تطلعهم على طول يكونهم ضافة شايفين بقى قد ايه النظام حلو جدا كل حاجة لما تكون منظمة وتكون شكلها حلو بجد احنا بنرتاح نفسيا وبيكون في عندنا روحة نفسية كده في حطة النظام وبما ان بقى هي حطت حاجات يعني الاوراق كانت بتاعة المعالق نزلت على الارض والكارتونة فلمتها وبعد كده روحة بقى شافة المطبخ بتاعها لاني كان فيه شوية تفاصيل في قلب المطبخ بتعملها في حاجات تانية انا اتسألت عليها زي مثلا هما ليه السيدات التركيين او الاجانب او السيدات على كل حال اللي هما بيبقوا جايبين حاجات كتير قوي في قلب المطبخ من نسبة يعني للسوبر ماركت وكده ففي كتير قوي قالولي بيبقوا فاتحين سوبر ماركت عندهم لأهم مش بيبقوا فاتحين سوبر ماركت ولا حاجة هما بيفضلوا ان هما يكون حاجاتهم موجودة عندهم لان طبعا يعني ما بين اكيد البيوت بتاعتهم ويقل سوبر ماركت او الماركت على كل حال مسافات او مكان كبير عبل او الهايبر مكان كبير عبل ما تروح الهايبر وجيب حاجاتها لولادها او تجيب حاجات بيتها فمكان كبير فبيجيبوا الحاجات بتاعتهم دي طبعا في منهم زي ما قلتلك قبل كده اللي هو بالشهر وفي منهم بالاسبوع وفي منهم اللي يعني متوفر معاه ان هو يقدر يجيب الحاجات دي يوميا بيجيبها ولكن معظم السيدات اللي دايما انا بجيبها لكو او بنزلها لكو بيتعاملوا دايما بالشهر وكمان بالاسبوع ودي جبتلكو في اكتر من فيديو قبل كده بس انا حبيت اوضح النقطة دي اللي بس هم بيستغلوا الاماكن او الحتات اللي يعني بيكون فيها بعيد يعني المكان بعيد فبيجيبوا حاجاتهم ويبتدوا ان هم يحطوها في قلب البيت زي ما قلتلكو شوفتوا بقى الدرج بتاع الفوت بتاعت المطبخ كانت غسلاها برضو ومعقموها وكله فحطتها ونظمتها بالشكل ده وبعد كده روحت على المكان بتاع القهوة او بتاع ركن الشاي زي ما انتوا شايفين وحطت كل الاستخدامات اللي هي بتتستخدمها من المشروبات بتاعتها وبعد كده حطت الموجات اللي هي برضو بتستخدمها علشان خاطر تكون كل حاجة كده منظمة وتكون كل حاجة مهندمة بشكل حلو زي ما انتوا شفتوا النظام زي ما قلتلكو في كل حاجة بيكون حلو جدا ولكن احنا بس يعني نفوق شوية للبيت عندنا ونخلي كده حياتنا تكون بشكل افضل وبشكل احسن صدقوني والله كل حاجة هتتعمل لكن احنا يكون عندنا شوية من الصبر وعلينا بالدعوات الحلوة اللي يا رب ربنا يستقبلها مننا كده يا رب ان شاء الله وان شاء الله ربنا هيكرمنا وهيرزقنا وربنا هيكرمكو وهيرزقكو يا رب ان شاء الله بكل اللي نفسكو فيه وكل اللي انتوا بتحلموا بيه يا رب الله معامين فيه حاجة كمان بما ان انا بدي ليكم ويه السيدات الجميلة اللي احنا بنكون جايبينها كومنت اتكتب لي من يومين كده انا لغيت الاشتراك معاك او هلغي الاشتراك معاك يا رودي علشان خطر انت بتدعي مفيش داعي انك انت تعوري يعني تدعي وكده في الفيديو مش او الصوت مش منطبق مع الفيديو انك انت تعوري تدعي وكده وابتدعين مين انت بتدعي لسيدات كمان اللي انت بتكوني جايباهم وهم يعني مقتدرين وكده هم الناس مش هتحسدهم والكلام ده كله فانا شفت الكومنت بصراحة بس ما رددش لا تعليق على طبعا الكومنت وممكن انا اتكلمت في الكلام ده قبل كده في كم فيديو كمان ليا برضو بنفس الكومنت دوت ولكن هرجع تاني وقررها واقول مش شرط يا جامعة ان انت عشان تدعي لحد فتدعي لنفسك انت وبس او تدعي مثلا لناس معاك او قريبك او ولادك او زوجك او منطك او باباك وبس لا الدعوة دي بتدعيها للناس كلها سواء انت تعرفيهم او متعرفهمش ولاك بالمثل يعني انت الدعوة اللي انت دعتيها دي ولاك بالمثل يعني كل حاجة بتقوليها ولاك بالمثل سواء انت دعيتي او ما دعتيش فهمني يعني مش عارفة او صلاح هي اكيد فهمة الحتة دي يعني مش مش انا طوعا لهاجة اقول لها الكلام ده ولكن يعني انا بدعي فعلا انا بدعي للسيدة اللي بتكون في الفيديو وبدعي لنا كمان بصالح الاحوال وبدعي لكم انتو كمان يا رب يصلح حدنا جميعا المؤمنين يا رب اللهم امين كلنا يعني نكون كويسين ويكون في احسن حال يعني المطلوب مني ان انا مثلا اجيب واحدة وما اقولش فهي بتقولي يعني حطي موسيقى احسن بدل ما تدعي ليهم والكلام ده لأ طبعا منفعش ان انا احط موسيقى على الفيديو ممكن اتكلمت في الكلام ده كتير ان الفيديو غلط جدا تحط عليه موسيقى علشان خاطر علشان خاطر دوت بيكون فيها حاجات غلط على القناة عندي واكيد انا مش هدر القناة عندي بمجرد ان انا احط موسيقى على الفيديو او ادر نفسي يعني فهمني بس فانا بفضل ان لو انت حبيت المحتوى بتاعي على عيني وعلى راسي واشيلك فوق دماغي من فوق ما حبتيش المحتوى بتاعي برضو على عيني وعلى راسي وبردو اشيلك فوق دماغي من فوق مفيش اي مشكلة لان احنا كلنا محناش زي بعض انت ممكن توافقي او تحبي حاجة مني وغيرك لأ ممكن ما يحبهاش او مش مش حابب كده فاكيد انا مش هاجبر حد ابدا ابدا ان هو يكون بيحبني او هو يكون عايزة تفرج على المحتوى بتاعي بالنفس اللي انا بقدمه فاهمني بس ففيه فيه كتير او يطلعوا زي بالزبط في يوتيوبر كتير طلعوا زي بالزبط وبيقدموا نفس المحتوى بتاعي وكل حاجة وبيحطوا موسيقى او ميوزك على على الفيديو بس ده غلط فاكيد مش هعمل مش هعمل كده زيه بس فانا يا رب ان انا بس ما كنتش ان انا قرد كتير ودوشتكو بكلامي طبعا شفتوا السيدة معانا وهي بتنظف الغرفة بتاعت الغسيل بعشق الغرفة بتاعت الغسيل بتاعتها جدا 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 بحب تنظيمها جدا ليه بيتها بحس ان هي كده يعني كل حاجة مهندمة فيها وبتحطها بتنصيك وبشغل حل وبصراحة يعني فلازم ان اديها حقها برضو لان بجد بجد يعني من احسن ومن اغلى السيدات اللي على قلبي بحبها قوي بامانة طبعا كل السيدات على راسي من فوق بس يعني في حاجات كده انت بتكون يحبها زي ما قلتلكم ان انت مش هتكبير حد انك انت تحبيه على حاجة فده احساسي بالضبط للسيدة الجميلة اللي معانا طبعا هنا كانت بتخسل او بترتب التويلت ده بتاع الضيوف شكله شيء قوي عجبني على فكرة ده ورق حائط اللي هي لزقاء على الحيطة والاستندات الجميلة طبعا التويلت مفيش فيه شغل كتير او مفيش فيه حاجات كتيرة ولكن الليفت نظري الترابيزة الاستلس اللي هي حطة فيها الديكورات الحلوة اللي بتخلي الشكل مبهج وبتخلي شكل الحود شايفين الحود بس يا جماعة بجد يفتح النفس كده من جماله وشكله الجميل عايز اقولك بقى لو انت وصلت لحدات هنا من الفيديو ونسيت تحط اللايك حط اللايك لانه فيديو جميل قوي 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 وبجد يستهل منك احلى لايك هنيجي هنا بقى للجنين عندها وطبعا بتبقى حطة الطقم اللي هو بتاع الكنب ولكن كانت بتحط السجاد وكانت بتنظمه بشكل اكتر طبعا كانت بتاخده تنظيفة وترتيبة كده علشان الدنيا تكون منظمة معاها والشكل العام يكون شكله حلو زي ما انتوا شايفين كده شايفين شوية الظهور بس دي يا جماعة بصت حاجة كده تفتح النفس تسيبك بقى من البيت ومن اي حاجة الواحد يقعد في مكان زي كده بس بجد عصابه ترتاح شوفي بقى لو الصبح مثلا كوباية القهوة بتاعتك او فنجان القهوة بتاعتك او الكوفي ماكس او الكابيتشين وايا يا كنت بتحبي ايه او شاية ستي بس القاعدة بصوا قاعدة كده بتكون قاعدة رواءان قاعدة كده فيها دماغ كده ان شاء الله ربنا يكرمكو ورزقكو باللي نفسوكو في غلص فيديو نهاردة شكو الفيديو الجاي ومع السلامة شكرا